خربان قرأتها بالذال في كتاب شيخنا العصيمي في ثبت شيخنا العصيمي هذا هو ثبت شيخكم العصيمي فعلا هو يقول أخبرنا طبعا هو يذكر سنده أخبرنا عمر بن محمد نعفوا ابن طبرذب قال هو يعتمد عليه ابن شمس يعتمد على أنه خلاص كتبها ربما هذا ضبط المطبعة أو هو ضبطه بالقلم بدون هو يرجع كما قلنا في هذه المطالب يرجع إلى الكتب التي تضبط الأنساب وتضبط الأسماء تضبطها بالكلمات يعني تقول بفتح الطه بالذال المعجمة إلى آخر بعدين هو راح جاب من أنه هذا أبو حاتم أن أبو حاتم هذا اللغوي السجستاني ضبطها بالذال أو طبعا هو كان يتكلم أصلا عن ضبط كلمة سكر اللي تعني بالفارسية طبرذن ولا طبرذل ولا طبرذد ولا طبرذد هذه قضية أخرى شرحنا هذا بالمطول هذا التسجيل الآن مختصر لنبين لكم لماذا لم يكشف لنا عن اسم هذا الثبت كما أنا ذكرت هنا في حلقة سابقة اللي هي هذه الجزء الرابع من الرد عليه رد على هذه حلقة انتقام طبرذل أنه أنا هنا نفس الشيء أتيت بكلامه لكن قرأتها بالذال في كتاب شيخنا العصيمي في ثلاث شيخنا العصيمي أشو اسمه شيخك العصيمي أشو اسمه ما اسمه حتى نحك فهنا تسألت عن اسمه وعن اسم الكتاب ورحت أنا استعنت بيوكيبيديا وكذا وإلى آخره لترجمته وبعدين توصلت إلى أنه لعم هو قرأ عم شيخ في مصر والشام ولذلك هو صار عنده المام بفن الرواية وغربنا بفن الرواية وعنده إجازات في القرآن وكذا لكن هو أنا ما عثرت على اسم الثبت حتى أحد الإخوة علق به هنا وذكره هنا فرحت أنا حملته فعلا هذا لاحظ منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات حملته من هذا الموقع ثم طلعت عليه وإذ لا يخلو سند من الأسانيد التي ذكرها لأن الثبت إيش معت الثبت يعني الثبت يعني مشيخته مشايخه الذي يروي عن طريقهم إما الأحاديث النبوية أو الكتب الفقهية أو الأصولية أو ما إلى ذلك حتى أنه هون نفسه هذا هذه اللي فيها موجود اللي اعتمد عليه أبن شمس فيها هنا لاحظ يعني هو هو أنا تسألت من الأساس لماذا لم وأنا قلت أنا لماذا لم ترفع في هذه الحلقة التي أريكم إياه الجزء الرابع لماذا لم ترفع لها اسم الكتاب حتى نعرف ما اسم الكتاب وما اسم مؤلف حتى نرجع إليه نتأكد من قضية أنه ضبطها بالذال ولا لا هو هنا لا يستفاد منه هو نعم هو موجود بالذال المعجم لكن ليس هنا الضبط ضبطها من كتب التراجب تضبط أسماء والأنساب وما إلى ذلك هذه رجعنا إليها في ضبط أول جاي ورجعنا إليها في ضبط أيضا طبر زد ورجعنا إليها في ضبط الأجهوري وغيرها في ذلك لاحظ أنا قلت لماذا لم يرفعه لماذا لم يضع لنا اسم الكتاب فضلا أنه يضع لنا الصفحة اللي فيها ضبط اسم طبر زد إنه طبر زد ليش؟ لأنه لو أراكم هذه الصفحة سترون أنه هذه أغلب أشعار هذا الزكري الشيخ الإسلام الزكري الأنصاري هذا أشعار صوفي لاحظ أنا بيّنت هذا في التسجيل الطويل وآتينا لكم بترجمتي هنا من هذا من ويكيبيديا لاحظ له كتاب مثلا يشرح فيها شرح العقائد النسفية يعني التفتزاني شرح العقائد النسفية هو له حاشي عليها الشيخ الإسلام الزكري الأنصاري فتح الإله المجد على شرح العقائد هذا وله طوالع الأنوار أيضا هذا كتاب أشعري وله كتاب في المنطق المطلع هذا شرح إساكوجي وله أيضا شرح شرح الرسالة القشيرية لاحظ ومعروف يعني أنه أغلب هذه الأسانيد تمر عن طريق الشيخ الإسلام زكريا الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري لأننا هنا في صفحات 52 لاحظ هنا هنا يروي يروي حديث بهذا السند يروي حديث في قضية اتقاء الشباة هذا الحديث لن نقوله حتى ما يطول لهذا هذا لماذا أتى به لأنه كان عم يروي عم يذكر سنده هذا العصيمي سنده بكتاب التوحيد أو كتب ابن عبدوهاب بشكل عام اللي منها اللي منها كتاب هذا كشف الشبهات فلما جاب أنه سندوا إلى ابن عبدوهاب راح قال أنه في حديث عظيم في اتقاء الشبهات وراح ذكروا أنه اللي هو من طريق هذا الدهلوي عن زكريا الأنصار عن ابن طبرزاد هذا اللي هو في حديث أبي داوت هذا الحديث لاحظ هو كان قبل ذلك ساق سندوا أيضا في كتب أخرى ابن عبدوهاب مثل هذا القواعد يا لطيف اللي بيكافر فيها الأمية القواعد الأربعة اللي بيقول فيها الشرك الشرك العصر أشد من شرك المشركين في قنيش ولذلك ونا نظموها نظم هذه القاعدة الرابعة الشرك في العصار هذه الأخيرة لحظ أصحابه ذلوا في أول الجليلة لأنهم في كل شرك سبقوا فالأولون مشركين في الرخاء وهؤلاء شركهم بالارتخاء يعني الأولون أشركوا عند الرخاء فإذا كنت دعوا الله مخصين للدين فلما نجاوا من البر إذا هم يشركون آيات في ذلك كثيرة لاحظ اللي هو هذه نظموها بهذه الأبيات يعني دول الوهابي اللي هو آدي هنا قالها نسرا أنه مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لاحظ بيقول لك أنا ما بكفر هذا ابن عبدوهب أشدد الناس ورعا من تكفي من يخالفه هناك من خالفه في أهل زماني بيقول لك هؤلاء أشد شرك من مشركي العرب أبي جهل ونسا بيقول لك ونجوا هدول الحركات ومدعوش وغير مدعوش وفلاوش ومن أولا أحتاج خوار الزميات ما تكشف طيب الآن لاحظ هنا هذا لاحظ لاحظ هنا بأشيء البخزي لهذا أنه حتى العقيدة الواسطية كتاب العقيدة الواسطية يرويه يرويه من طريق من طريق الأشعرة هذا العقيدة الواسطية ابن تيمية لاحظ تصنيف شيخ الإسلام محمد بن تيمية لاحظ بيقول لك سندوا إليه عن طريق إيش بيرويه أول شيء عن هذول آل الشيخ يعني هذا عبد الرحمن حفيد بن عبدوهاب عن جد بن عبدوهاب بن حمد بن عبدوهاب عن هذا عبد الباقي لاحظ أنا به عبد الباقي البعلي لأنه لكون هذا أشعري ويوه نزيه الله عن أحمى لأصده لكن يوه نزيه الله عن المكان وريناكم الوثائق في ذلك لن نعيده لأنه ليش لاحظ بيقول لك كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه الكان مين هذا أهله أمين قاله أذاك قاله عبد الباقي عبد الباقي في هذه العين والأثر في قائد أهل الأثر لاحظ بيقول لك هون الأشاعرة الطوائف أهل السنة ثلاثة الأشاعرة والحنابلة والما تريدي تبعا لمين تبعا للسفاريني أيضا السفاريني متأخر عنه عفوا السفاريني أيضا هكذا هكذا قال في لاحظ في لوامع الأنوار البهية لاحظ بيقول للسفارين هون قال بعض العلماء الفرق الناجية أهل الحديث والأثرية يعني الأثرية والأشعرية والما تريدية وفي أيضا هذا هذا الجراح هذا هون اللي ألف لاحظ هنا لاحظ هذا تبصير القانع للعلام هذا محمد سليمان الجراح هذا أظن الكويت وكذا لاحظ بإنك أهل السنة ثلاث فرق الأثرية الأشعرية الماتوريدية عرفتم هذول ما بيجبوها الوهابي بس بروح بيجبوها لك ابن قدامة قال عنكم زنادقة من مندى لاحظ هذه النصوص هذه لاحظ النصوص الحنابلة في جمع الأم في المهم هذا ليس الآن حديثنا لاحظ فإذا يروي هذا عن العبد الباقي لاحظ عن مين عن البهوتي عن يوسف بن زكريا الأنصاري عن أبيه زكريا الأنصاري هذا كتاب مين كتاب العقيدة الواسطية يعني أنت حتى ما بتاعي ببن تيمين إلا عن طريق الأشاعر لاحظ بعدين بيجيب لك تصنيف سندوا بالأربعين نووية لاحظ بيلك تصنيف الشيخ العلامة اللي قال عنه مين هذا اللي قال عنه هذا هون بيقلك أنه هذا من الفجار لاحظ بيقلك هذا من 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 ما اسمه ينطبق عليه قول النبي الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر لاحظ هنا لاحظ هنا يسأل عن النوو بن حجر بيقلك هذا لاحظ أنه هذا من القبيل أنه ذول إذا كانوا أشاعره فإن الله ينصر الدين بالرجل الفاجر لاحظتم بينما هذا شيخ العصيمي بيقلك الشيخ العلامة هنا لاحظ هنا وبعدين إيش بعدين هون بيجيب لك أيضا بيقول لك بيروح بيجيب لك سنده هذا عن طريق آل الدهلوي لاحظ عن طريق زكريا الأنصاري عن طريق هذا تلمسط النووي العطار والزرعي لاحظ عن النوو لاحظ هنا وفيه عندك مختصر الأربعين النووية اللي هو ابن الديبع أظن هنا إنعم هذا ابن الديبع أشاعر لاحظ بعدين هو بيروح بيجيب لك هذه منظومة منظومة القواعد الفقهية هذه لاوعد وابع عبد الرحمن السعبي ما فيه أشاعر لأنه دول أصلا وهابي يعني وين دول جاءوا بعد ابن عبد الوهاب فما في عنده كتب ما فيه أشاعر إلا كتب الوهابي وابن عبد الوهاب كتاب أصول التفسير المقدمة في أصول التفسير لابن تيمية أيضا يرويه أيضا عن طريق الشيخ يرويه عن هذا اللاهوري عن الشيخ طبخ هذا رغب طبخ شعري لاحظ عن ابن عبد الوهاب وجماعته لاحظ عن جد محمد عبد الوهاب عن هذا عبد الباقي البعلي الحنب عن الشيخ زكري الأنصار أيضا هذا أشعري وهذا هنا عقيد أو هذا كتاب فتح فتح الإله الماجد في شرح العقائد لاحظوا هذا هنا هنا لاحظ هذا كلام هنا كتاب عندي ورق عندي ورد رسالة جامعية فتح الله الماجد لاحظ بإضاح شرح العقائد النسفية هو شرح أو حاشية من الشيخ زكري الأنصار على شرح التفتزان على العقائد النسفية وقال هنا لاحظ أن الفوقية فوقية الله هي في العظمة لا في المكان وأن هذه اليد هنا إما تؤول بالقدرة أو تفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى لاحظتم وهذا بالمناسبة أصلا هذا ابن شمس له حتى سنده في القرآن لاحظ محمد ابن شمس هذا سنده في القرآن يمر عن طريق الأجهور هذا وعن طريق عن هذا الشيخ الإسلام زكري الأنصار لاحظ يسميه شيخ الإسلام لاحظ عن ابن حفص عن عاصم لاحظ رواية حفص عن عاصم ورواية القرآن لاحظ لماذا تريدك أكثر فضائح لاحظ هذا ماذا يروي إياه هنا المهم يروي هذا وصول التفسير عن عبد الباقي الحنبلي عن الشيخ زكري الأنصار الحنابي وشعر وكانوا في الأسانيد يرويهم عن بعضهم من أين جبتوا هذه قضيت زنادق وكذا وإلى آخر نعم هو كما قال الشيخ عمد عبد واحد أنه نعم في فترات نعم صار في تعصب مش بين الحنابلة والأشاعرة صار أحيانا بين الحنفية والشافعية في الفقه ليس في الأعقائد أيضا يعني هذه ممكن تحصل ناس بشر مش مش معصومة يعني فهذا هو وبعدين هون يروح يجيب لك هذا مقدم الفقهية هذه هذه بيقل لك هذا من تصنيفي هذه المهم فيروح يجيب لك أنه في فائدي هون أنه هذا العلامة محمد سعيد المدني رسالة الهدى بيروح بيذكر لك سندة من طريق محمد العلي السنس هذا صوفي أشعاري لاحظتم فأنا ما بدي طويل عليكم بس شوف 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 أنا أشكرك على هذه الفضيحة يعني أشكرك على أنه إيش يعني أنت أتيت بنفسك فضيحة كبيرة لحظ يعني شوف أنت بدك تحاول هوعب يحاول يثبت أنه لا أنا ما أتيت وقال له الشيخ عبد القادر أنه أتيت بها أنت هذه من أنه أنا لما ضبط طبرزد أتيت بها من كتب الأشعر فهو بيقول له لا أنا سأتي لك بضبطها بالذال من كتب غير الأشعر فراح جاب أنه من تسقيف الجنان هذا كتاب غير أشعر اللي هو ينقل عن أبي حاتم السجستاني اللي هو أصلا روية بالاعتزال كما أثبتنا لكم في حلقة سابقة الآن هنا يعني فرا من الأشعر اللي يسقط على المعتزلة لاحظ وهو لما يجل لثبت شيخه هذا العوصايمي أنه مضبوط هذه طبرزد هنا بزال المعجمة لاحظ كشف عن كل هذه الفضائح اللي أصلا هي مفخرة أنه أساند فيها أشعر فيها أسادات الأمي هذه لكن هو طبعا لأنه يبدعهم ويفسقهم ويكفر قل عندهم زلادقاء لاحظ هذه صارت تضيع عليهم الآن لاحظ وهي مفخرة لنا لاحظ هنا في هذا هذه الأجرمية لاحظ سأقولكم الآن فضيح هنا في الأجرمية كيف هو هذا النظم الأجرمية قال بجاه أحمدي وهو حزفوها وقالوا لا بحبي أحمدي قال لأنه الجاه لا يجل توسل به إنما يتوسل بالأعمال الصالحة اللي منع محبي النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن يروي أول شيء المتن النصري للأجرمية لمحمد بن آجررام هذا يسمى آجررام هذا مختلف في ضبطه فهذه هنا الآجررمية عن من ينقلها عن عبد الباقي البعلي عن الشيخ زكريا الأنصاري لاحظ عن الحضرامي عن الآجررومية لاحظ ويقول لك هون في أيضا قطع أدبية للتفتزاني بيروح ينقلها عن طريق لاحظ محمد إدريسي كان دهلوي لاحظ هذا اللي له أوجز المسالك 10 أو 15 مجلة في شرح موطأ مالك سهارا مفوري خليل أحمد سهارا مفوري اللي له كتاب بدل المجهود في سنون أبي داود هذين ما تريدين يحنا فيه لاحظوا وأنا قرأت معظم هذين الكتابين قرأتهم هذا كتاب بدل المجهود قرأتهم في مكتب شيخنا الشيخ عالي جمع وقرأت بعضهم على الشيخ عالي أو نحن قرأنا عليه سنون أبي داود كنت أسأله يعني منه يعني فيه أشكالات لما هذا تمر أسأل أو أحيانا نستعين بالشارح السهارا مفوري كذا كان أحيانا الشيخ يا علي يعني يقول إذا أنت قرأت شرح فيه هذا يعني نحن في الحلقة كنا نجتمع كل واحد يعني يقرأ من كتاب أو إذا حدثت عندنا مشكلة مثلا أنا أقرأ به أحضر من الدرس قبل أن آتي مثلا يسألني إذا فيه عندك مثلا يسأل الثاني الثالث ونأتي بالكتب ونحن إذا فيه مشكلة علمية كذا نعود فيها أيام وهناك تخمرت أنا بالعلم وعرفت يعني فجزا الله عنه خير طيب فهنا لاحظ الجهوري لاحظ أيضا هذا اللي عمل عليها أيضا هذا من شمس إليك أنت لاحظ وبيروح يذكر لهذه القطعة الأذبية العجيبة التي يبدأ فيها التفتزاني هذا تركيب غريب وترتيب عجيب في أنواع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات لاحظ ويجيب لك في صفحة واحدة كأنه هذا اختصار في النحو بعد يجيب لك سندوا إلى نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني راح يذكر سندوا من طريق الأهدل أهل العلم طبعا كل شافعية يمنية وتكلمت عنهم بأكثر من المطول من طريق تلميذ بالحجر اللي هو محمد عبد الرحمن السخف صاحب هذا كتب هذا الكتاب مثلا هذا شرح الفتح المغيس الشرح الفيت الفراخي بالعديس ولاه الضوء اللامع على مقام التاسع ولاه كتب أشعري وشيخ أشعري لحظ ويقول لك هذا يجب لك النفائدة هنا في الحديث في المنظومة ويجب لك أيضا لحظ الورقات كتاب الورقات لأنه في أول هذا الثبت هذا العصيمي بيقول لك أن الأسانيد الأسانيد التي الكتب التي سأجيز فيها هؤلاء الطلاب أو كذا أو من سألني من هذه كتاب الورقات للجويني طبعا هنا يذكر أيضا سنده من طريق من طريق شخص قرية الأنصاري عن من حجر العسقلاني أيش بدك أكتر أي كتب أصولي كتب في الحديث كتب في هذا هنا طبعا هذا هنا هذا مؤلف في الأصول لأباطين النجدي هو قريب من الورقات جدا لاحظ طبعا هنا يمثل بأنه الاعتقاد والجزم بالشيء مثل الاعتقاد أن الله مستمع العرش لكن هنا يعترب بالمجاز والكريمة مستعملة على غير ما وضعت له أنه فيه منه مجاز مرسل كاليد للنعمة العظم ويقول لك أنه هنا الكلام بالمجاز والاشتراك حويل على المجاز ولاحظ أنه هنا لا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات إنما يجوز هذا في الظنيات ويجب في العملية الموحدة الظنية هذا طبعا غير ما يقول الوهابي الآن صار يدعونا إلى الاجتهاد في الظنيات وفي التقليد للدارم وغيره في العقائد ولا حول ولا أخوة إلا بالله الآن آتيكم بأول هذا الكتاب وننتهي هذا أول هذا الكتاب نحن بدأنا من نصه لحظ هذا الكتاب وهذا منح المقرمات لإجازة طلاب المهمات هذا لصالح هذا العصيمي لحظوا بيذكر هنا الكتب الذي سيجيز بيها أو أجيز بيها أو قراءها لحظ هذه الكتب العقيد الواصلي أربعين نووي واللحظ والأجر رومي ونخبط الفكر ووراقات وكذاب هذا مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ذكر من تيمية وكلها مروية من طريق الشيخ الإسلام ذكرية الأنصاري وهذه كتب القواعد الأربعة وكتب كشف الشبهات وكتاب التوحيد لابن عبدالوهب اللي ما فيه أشاعره بسدوا كتب العبدالوهب الحمد لله اللي ما رواها الأشاعرها أولئك الكتب لأنه هذه مصائب هذه شوف هنا يبدأ الحديث بالحديث مسلسل بالأولي سندوا إلى الحديث مسلسل بالأولي أنه كل المحدث يقول هذا أول حديث يقول لتلميزه هذا أول حديث أو التلميز يقول هذا أول حديث سمعتمي شيخي فلان لحظ فهنا مين فيه الشيخ إمام السيوطي عن ابن الملقين عبدالرحمن عن جده عمر بن الملقين هذول أيضا أشاعر هذا ابن الملقين وصوفي هذا له كتاب الطبقات الصوفية وكذا لاحظتم حتى هذا له كتب أيضا في هذا من مكثري التصنيف له كتب في مصطنع الحديث وكذا لما واحد وهابي هذا عمل دراسي عنه قال هذا صوفي وأشعري وكذا لاحظ وعن طريق ابن الجوزي هذا صاحب كتاب كشف لحظ كشف شبه التشبيه أو دفع شبه التشبيه في التنزيل الحديث للمسلسف الأولي اللي هو إيش رحمهم في الأرض يرحمهم في السماء اليوم أصلا يستدلون بي على العلوك طبعا على الجهة وطبعا ما في يعني الله في السماء طبعا بس مش السماء المخلوقة اللي أنت في زيناك أو في طريق الحيز وكيغاد مكان لا فوقا ولا عليها لكن لاحظ على كل إنهم يروونه عن طريق الأشعر لاحظ لاحظ وأيضا يروون حديث المسلسل بالمحبة أنه كل حديث الشيخ بيقول إلى تلميزه إني أحبك إلى أن يصلوا إلى رسول الله يقول لمعاز أنه إني أحبك على من يروي عن عمر بن حمدان المحرسي لاحظ فيه هذا محمد بن علي السنوسي هذا الصوفية الصيوطي لاحظ عن الصيوطي عن العلائي لاحظ هذا ما فيه الإش اسمه زكريا أنصار فسفي العلائي والصيوطي لاحظتم هذا اللي عادي سلاحظ أنه معاز قال قال إلى رسول الله إني أحبك فقل اللهم أعيني على ذكرك وشكرا وحسن عبادتك مهيك الحديث حسن عبادتك أيوة فهذا هو لاحظ لاحظ إش اسمه الجلال السيوطي لاحظ أنه كل شيخ يقول لتلميزه قال لنا الجلال السيوطي قال لنا الشهاب أنه أنا أحبكم لاحظ فقولي فقوله أنا ضعيف فقط أنا أريد أن يعني أختصر أكثر هذا حديث المسلسل بصورة الصف لاحظ أيضا يروي هذا مشهور أيضا يروي عن من طريق هذا محمد بن عليه السنوسين عن الزبيدي صاحب صاحب يتحافظ هذا من تقييم شرحي من علوم الدين محمد بن محمد الحسيني الزبيدي لاحظ عن طريق زكريا الأنصاري شغل الإسلام زكريا الأنصاري وهذا فيه هذا الحديث إنه لو نعلم أي الأعمال أحب يا الله فلعاملنا فنزلت هذه صورة الصف فقرأها حتى ختمها وصار كل محدث لما يروي هذا الحديث أنه يقرأ الصورة كما قرأ رسوله حتى يختمها لاحظتم إذن لاحظ هذا الحديث في الترمزي أيضا نحن قربنا على الانتهاء أنا المطول عملت 33-40 دقيقة بس ما بعرف أنا بديش بديصير هذا هنا يروي لهم إسناده إلى كتب كتب العلم أول شيء يروي لهم القصيدة قصيدة الجورجاني في تعظيم العلم لاحظ الإسناد الذي يؤد به إلى المتلقي كتاب تعظيم العلم قصيدة الجورجاني علي الجورجاني اللي هي يرويها من طريق الصيوط عن الإمام السكي لاحظ إلى الزمخشري عن هذا اللي هي اللي فيها البيت المشهور أنه أنه ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيته لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لاعظم إياه هنا ضبطها كذا لكن السكي أنا ما أذكر ضبطها لاعظم يعني لو أهل العلم صانوا العلم لاعظمهم العلم أما العلم هو في حد ذاته عظيم ليس بحاجة إلى أن الناس تعظمه أنه لو أن أهل العلم صانهم ولو عظموه في النفوس لو عظموه للناس لعظم من قبل الناس لا وقال لعظم يعني العلم هو عظيم في حد ذاته لكن يعني عظمته ما عظمته عظيم لكن إذا عظمته يعظمك العلم لذلك قال لعظمك أنت ولكن أهانوا فهانا ودنسوا محياوا بالأطماعي حتى تجهموا أظن أن هذه القصيدة اللي قلت أنا في مقابلتي مع الدكتور فراس رحابي دكتور رحابي في أظن كنت أنا أريد أن أقولها أو ما صار مجال هذه قصيدة أحبها جدا هو كانت أصلا المقابلة كانت عن عزي الطلب العلم كذا بعدين هون بقى بيروح بيروي هذا كتبه إلى ابن عبد الوهاب كتب ابن عبد الوهاب لهذا التوحيد وكذا وإلى آخره هذه لاحظ أنا فقط سأختم الآن سأختم بهذا التحريف اللي قلنا لكم هذا في قضية بجاهي أحمد وكذا لاحظ هنا بيقول لك هون بنفس هذا الكتاب هذا منح المكرمات الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب نظم الآج الرومية لمين؟ هذا محمد بن أب المزمري هذا محمد بن أب هذا نظم الآج الرومية الآج الرومية مثل في النحو نسري لكن هذا نظمه لاحظ أشبه لك قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد لاحظ مصلحا على رسوله منتقى وآله وصحبه ذو التقى إلى أن يقول لاحظ هنا جعلها الله يعني هذه منظومة لاحظ بي الحمد ربنا وحزن عونه ومنه ورفضه وصونه منظومة رائقة الألفاظ فكن لما حاوته ذا استيقاظه جعلها الله لكل مبتدي دائمة نفعي بجاه أحمد لاحظ هو أصله هذا ابن أب الحازمي لاحظ بيقول لك غيروا النظم كله لاحظ النظم صار هون بيحطوا لك يا ابن قوسين جعل الله لكل مبتدي دائمة نفعي بحبي أحمدي ليش قال هون قال بالشرح أنه هي بالأصل بجاهي أحمدي لاحظ اللي هي هون الفتح رب البرية هون اللي هي فتح رب البرية هذا اللي لأحمد الحازمي في شرح النظم الأجرونية نظم الأجرونية لاحظ بيقول لك لهذا محمد بن أب محمد بن أب إيش قال بجاهي أحمدي لكن هو هنا دول غيروها صحيح بحبي أحمدي وحتى أظن بالصوتيات أيضا بيعملوا هذه لحبي أحمدي لاحظ بيقول لك ليش بقى هون لأنه لا يجوز التوسل بي لك لا يجوز التوسل عندك طيب ليش تتغير على الرجل يقول لك بحب أحمدي في الأصل بجاه أحمدي يعني هكذا كانت في الأصل قلت الأولى أن يقول بحب أحمدي لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو بدي يصح له عمل صالح والتوسل بالأعمال الصالحة فلا إشكاله أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شرعا قلنا لأنه أصل ابن تيمية أثبته وجاءت الحديث على حديث الأعمال هم تأولوا وابن تيمية أثبته واعترف الألباني أنه مذب أحمد هذا سبق أن وضحنا ما نطيب أكثر من ذلك وهنا أيضا في الشرع المختصر أيضا بيقول لك بحب أحمدي لاحظتم على هذه الفضيحة فشكرا يا بن شمس على أن يعني فإيش بدي لك عن فتحت نفسك على هذه الفضائحة ما نريد الفضيحة على مسلم لا في الدنيا ولا في الآخر لكن أنت جئت لك صحيح أجري صحيح يقول كيف تعطوض علي أنا أقول ابن طبر ذات ما هو شيخي العصيمي قال ابن طبر ذات وجاء عمالي هون طبعا يصخر مني يقول لاحظ وهنا هذا الشيء وضحت هنا أخيرا أنا هنا وناشدكم أن تشتركوا في هذه القناة هذه قناتي هذه يبرود دمشق هكذا كان اسمها لكن الآن غيرتها صار اسمها ابن الصلاح قناة احتياطية يعني هي أصلا الآن إذا حدسته خلاص يتغير الاسم هذا ليش أنا لأنه هذه قناة لي قبل لاحظ صارت قناة أبن الصلاح قناة احتياطية كانت هذه قناة قبل قناتي هذه الحالية وحتى أنا نشرت عليها لاحظ محاضرة من 27 دقيقة هذه أول محاضرة نشرتها على اليوتيوب 990 مشاهدي لأنه أصلا ما في غيره هو كله على بعضه إذاعش مشترك الآن كان وقت شرطها إذاعش كان فيها 2 أو 3 يمكن فهذه عن اختلاف العلماء بتسمية الهمزة ما اسمها في النحو أو كذا 7-8 أسمائلة وهذا درس تركي يعني أنا أقرأ بالعربي وزميل تركي أقرأ بالتركي فهذه أنا اشتركوا فيها لأنه مشايفين حملة البلاغات وكذا إلى آخر يعم تؤدي إلى قفل قنوات وأصلا يأتي من شمس نفسه هذا اللي يتباكى هو جماعته على قناته هذه الردود العلمية طبعا أنا لست أنا مع إغلاق قنوات ولا التبليغ عنه لأنه الفكر يعني يجابها بالفكر لكن هو أصلا هو الذي بدأ سكر قناة أخونا الجنيد وقناة الأديب وراح قناة الأديب اليمني وراح زور قناة سواء للوهابي وهي ترد على الأشعاري فهو بدأ يعني لذلك اشتركوا في هذه القناة وأنا ستضع رابطها لأنه لا أسمع الله إذا أغلقت القناة أنا يعني يكون فيه هنا ولا تنسوا أيضا قناتي الأصلية هذه القناة ابن الصلاح يعني أن تشتركوا أن تشتركوا فيها وتنتسبوا أيضا واجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة